السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اليوم إن شاء الله من أحد السدود اللي اكتشفناها بالمصادفة لأنه كان المؤشر لها في جوجل ماب إنها بحيرة فعادة البحيرة تتكون بسبب السدود فوجدنا هذا السد وجدت هذه الشجرة الغارقة وسط البحيرة فكانت موضوع جميل للتصوير طلعت طبعا جميع المعدات الثقيلة طلعت الترايبود طلعت الفلاتر طلعت العدسات بدأت أن أصور فكرتي هي أخذ تعريض طويل قد يصل إلى ثلاثين ثانية على أساس أنه أعمل تأثير الحليب أو التأثير اللي هو ناعم على الماء الآن هذا التصوير تمام يتم باستخدام فلاتر قاتمة بحيث أنه تديني فترة تعريض طويلة بذات أن الشمس ما شاء الله الآن قوية الآن الساعة أربعة العصر فالشمس تعتبر الحدم ما قوية وفيه هوا بيحرك سطح البحر عفوا سطح الماء الآن ما الذي قمت بي أول شيء عددات الكاميرا استخدمت أقل آيزو في هذه الكاميرا اللي هو أربعة وستين استخدمت فتحة أحد عشر واستخدمت تعريض طويل تمام وصل معي التعريض إلى ثلاثين ثانية لكن كيف استطعت الحصول عليه تمام أول شيء استخدمت أول شيء استخدمت برورايزر فلتر تمام هذا هو المعروف بأنه بيزيل الإنعكاسات من على سطح الماء بالإضافة إلى أنه ممكن يزهزها الألوان وبرضه له تأثير أنه بيقلل الإضاءة شوية اللي داخل لي الكاميرا فهذا كلها عبارة عن تأثيرات أنا حابب أن يحصل عليها استخدمت فلتر مخصوص يديني عشر ستوب فلتر قاتم للغاية تمام اسمه بيق ستوبر وموجود من عدة شركات تمام هذا بيخلي تقريبا ما تشوف شيء بالفيو فايندر ما بتشوف أي حاجة وهذه هي الميزة الرئيسية في هذا الموضوع تمام وفي هذا الفلتر الإضافي هذا أنا حتكلم عنه بعد شوية تمام وصورت بالإعدادات اللي أنا تكلمت معاكم بيها وماشاء الله حصلت على تأثير جميل بعدين حبيت أن أخذ أجرب شيء إضافي وهو أن أستخدم فتحة أربعة اللي هي تديني عمق ميداني ضئيل عساس أحاول أن أعزل الشجرة لأنه زي يعني ما حتلاحظه في الصورة الشجرة وراها يعني قريب منها الجزء الثاني من البحيرة فهذا برضو يتداخل مع الشجرة فأنا مني ضائم صراحة أنه حتطلع الصورة كويسة في النهاية بدون ما أستخدم بالفتحة قام 11 فأنا أستخدم فتحة رقم أربعة لما حاولت أن أحصل على تعريض طويل طبعا فتحة أربعة فتحة أوسع فدخلت ضاءة زيادة فحتى إذا صورت على طريقة أن أنزل بالتعريض إلى عشرة ثواني وأنا حابب أن يوصل بي إلى ثلاثين عساس يكون برضو يديني التأثير نفسه فعندها طريقة أن أضع فلتر إضافي وهو اللي بيتكلم معاكم فيه الآن اللي هو فلتر متدرج إندي تسع درجات اللي هو اعتبر يعني الشديد القتامة إلى حد كبير واستخدمته بالكامل يعني ما استخدمت نزلت الجزء القاتم منه لآخر شيء عساس يغطي العلسة بالكامل لأنني منحها أحصل على أي تأثير آخر مجرد أني أبغى أني أخلي الصورة قاتمة قدر المستطاع سأسر على طريق طويل لصي إلى ثلاثين ثانية والحمد لله نجحت في هذا الموضوع وإن شاء الله ستشوف الصور معي كيف حتكون وهذا بس كان عبارة عن موضوع خفيف حبيت أتكلم عنه إنه إذا كانت يعني حابين تحصل على صور لكلها تأثيرات جميلة فوجود الفلاتر أمر ضروري وجود الترايبود ولا استعداد مع مخيلة جاهزة كيف ممكن يكون المشهد طبعا صورت عادي بدون فلاتر بدون شيء مجرد صورة عادية برضو عشان يكون في السيف سايد آخر تيب هاديكم هو دائما حاول تعمل الفوكس قبل ما تضع أي فلاتر حسا تضمن إنه الفوكس يكون في الشجرة أو في الجسم اللي تحتاجه ما يكون في الفلتر لأنه أحيانا ممكن الكاميرا الواتو فوكس حقها يعمل فوكس على الفلتر نفسه مش على الكاميرا مش على الجسم اللي الحابب إنك تصوروا وهذه المشكلة فنشوفكم إن شاء الله في موضوع تاني ورحب لايك واشتراك في القناة وشكرا لكم